السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا فراء اقول عاملين ايه? يا رب تكونك خير واحسن حال. ان شاء الله دلوقتي حنراجع سريعا على محاربة الفيروس. معكم زمانتكم روان اشرف الادلت. نقول مع بعض دعاء في الاول. اللهم اني توكلت عليك وسلمت امري اليك. لا مرجع ولا مرجع منك الا اليك. اللهم لا سهل الا ما جعلته وسهلا وانت تجعل من الحزن انشئته سهلا. رب يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلو العقدات من اللساني يفقه قولي. آآ قلنا ايه هي الحاجات اللي هنتنقشها في المحاضرة. هنتقارن ما بقى الانفلوانزا وبرانفلوانزا ورسبراتوري سينكيتي يا الفيروس. هنتكلم عن حاجة سماء انت تجنيك وفي الاخر اسئلة امسك يوم. طيب قلنا عندي في عيلة كبيرة من الفيروسات سماء ميكس وفيروس ودي بتسكم في الميوكس من يعني بتقط في النوز والفانيكس واللارنكس وتراكي والبرونكاي واللونجو هكذا. وهم اربع حاجات ارسو وميكسوفيروس وبراميكسوفيروس وموربيلي فيروس ونيوموفيروس. وقلنا الموربيلي ونيومو مو في ناس بتحب تحطوهم تحت نوع البراميكسوفيروس. الورسو اللي هي الانفلوانزا فيروس. البراميكسو اللي هي البراميكسو اللي هي البراميكسو اللي هي البراميكسو والمومس. الموربيلي اللي هو النيومو اللي هو رسبراتوري سينكيتيال. ومحاضرتنا بتتكلم عن الانفلوانزا وبارا انفلوانزا والرسبارات ريسينكيتيا الفيروس طيب قلنا هنمشي المحاضرة ان احنا بنقارن ما بين التلات انواع اول حاجة من حيث المورفولوجي هما كلهم شكلهم وكلهم وكلهم بس الفرق في الانفلوانزا والرسبارات ريسينكيتيا الميديم انما البارا انفلوانزا العرش الارين اي بتاع الانفلوانزا بيبقى سيجمنتد يعني متقسم حدد انما بتاعهم بيبقى في حاجة اسمها وده حنشوفه في الصورة كبيرا شوائي نيجي الانواع كانوا تلات انواع كان نوع واحد بس يعني عن طريق الهواء عن طريق العطس عن طريق الكحة اتنين بيتكلم قصاد بعض كح وفش بعد او عطس وفش بعد او كده اللي هو الشخص الحياة دي التاني واللي عنده الفيروس حياة دية بالطريقة دية قلنا كلهم بيقوا شبه اعراض البرد العادية اللي احنا عارفنا كلها اللي هي حاجة اسمها كلمة فاهم سخونية واصداع وفقدان شهية وقلق وكده رعشة طعب ارهاق بقى ويكنس كف كحة احتقام في الزور ومص الاكل هو اه الام في العضلات تمام ده بيقى فيهم هما التلاتة بس في حاجة مميزة في الانفلونزا انها بتعمل حاجة اسمها النيمونيا. النيمونيا يعني التهاب في اللانج. وقلنا التهاب اللانجة ما بيبقاش اخر وايتس مفش حاجة اسمها الانجايتس. النيمونيا دي بتحصل مع اي حد من اقوى منعت وقع. هلالناس كبار في السن الناس الاطفال والالناس اللي عندها مراض امراض منعية زي الاتز فيروس مثلا. وكمان ما بتعملش يعني مسلا زي الجدري. الجدري لو حد تعدى منه ما بيتعديش منه تاني. لأ دي عادي. ممكن الواحد يتعادي في الاسبوع مراتين مسلا بانفلونزا نوعين مختلفين. البراء انفلونزا نفس اعراض الانفلونزا دي بالزبط بس همفرق بقى النوع الرابع ما عملهوش اي مضاعفات لانه هو فيروس ضعيف شوية. النوع الاول والتاني هيعملوا التهابات. في ايه بقى? في لارينكس وتراكيا وبرونكاي. مش انتو اخدتوا اول حاجة فوق اسمها لارينكس بعدها تراكيا بعدها البرونكاي. دول اللي هيعمل فيه ملتهابات. طب سيريه هيمسك ايه? هيمسك بعد كده بقى. البرونكاي بعدها ايه? برونكيور وبعدها اللانج اللي هو النيمونيا. فاللي هيعمل برونكيولايتس ونيمونيا هو النوع التالت. وبرضو بيبقى في الاطفال او اي حد مناعة وقعة. طب الريسبارترسين كيتيال زي النوع التالتة على البراء انفلونزا. برونكيولايتس برضو ونيمونيا. في الامفنس اندر وان يير اللي هم الاطفال لتحت سنة سنة او اي حد برضو مناعة وقع. تهام? فاحنا كلم منها الكلينيكا البكتش. ايه بقى الهيم اجلوتينيت اللي احنا قلناها في اللي هي الاشواك اللي هي بتبقى طالعة من دي. الهيم اجلوتينين ده الاجلوتينين بريدة وصيف. بيخلي الفيروس يمسك في الخلية اللي هو حيروح يهجمها. تاني حاجة بيهيم اجلوتينيت يعني اه عارفين الهيم اجلوتينيت اللي خدتوه في بيضعفها وبيبوز شكلها وبيخليها تتجلط. والتالت حاجة ان هو بيستفز الجسم اللي هو يطلع انتي ضده. يبقى الجسم لو اتعرف على دي هيبقى يطلع انتي بس. طيب. وما لان يرقى دي وظيفتها ايه? دي بتدمر اللي موجود على الخلية. الفيروس خلاص دخل جوة الخلية جوة جسم الانسان وبدأ يستغل الخلية انها تطلع له نسخ منه كتير وكده. وعايزين بقى يبدأوا يطلعوا يفرقعوا الخلية عشان يطلعوا. اللي بيعمل لهم الخطوة دي هو بيضمر على الخلية عشان يبدأ يطلع بره. طيب عكا قلنا الديجنوزز ازاي اشخصوا حاجة من ثلاثة. يما هشوف الانتيجن. يما هشوف الفيروس. يما هعمل اشوف الانتيباديز اللي هي السيرولوجي. اشوف الانتيجن عن طريق ان انا باخد عيانة من النيزو فارينجل سبايرت وبتعرف عليها بالاميون فلورسنت تكنيك او بالالايساتيست. النيزو فارينجل يعني باخد عيانة النوز والاو الفيرينجز وبتعرف عليها بالطريقتين دول. ومال ايه الفيروس ايزوليشن باخد عيانة من الفم او من السروت او من النوز مش احنا قلنا بيقعد في الميوكس من برين مش اخوش اخوض عيانة من اللونج. ايه اقرب لي? يا موز يا نوز يا سروت. طيب الانفلوانزا بتتزرع على حاجة من حاجتين. يا ايما مانكي كدني اللي هي الكيل يا فاك الارد يا ايما امنيتك الكافيتي اللي هو البيض بتاع البيضة. تهم? البرا انفلوانزا مانكي كدني بس. مش معها التانية دي. طب بيتزرع على حاجة اسمها او اتش اي 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 او اتش اي بي تو سلس. تهم? دي انواع من الخلية كده بازرع عليها الفيروس ده. طيب. اه الفيروس بعد ما بيتزرع في الاتنين دول بيعمل احنا قلناها من شوالها بباس شكل او بعمل حاجة اسمها ودي حورها لكم كمان شوية. طيب. اه في جروب او في هيومان جروب او. الهيم قد زوربشان ده ما بيحصلش في هيومان جروب او. والمعلومة دي ما قلتهاش في المحاضرة اه هكتمها ان شاء الله في الكممنت هناك. بس يعني هي بيحصل في هيومان جروب او مش اي جروب او خلاص. والروس بيعمل حاجة اسمها سينكيتيا. سينكيتيا دي يعني حنشوف في شكلها كمان شوية. اللي هو كزا خالية جنب بعضها بيتحولوا لخالية واحدة كبيرة. طيب. وبعد كده بقدر اتعرف على الفيروس بحاجة اسمها يعني ايه? يعني بدخل مع المكس ده اللي هو بتاع مش هما مع بعض بيعملوا حاجة اسمها هيدخل معهم عشان تمنع ده ان هو يحصل. ماشي? طيب. يعني بيشوف عندي حاجة طريقة من دول يقيمة حاجة اسمها هيوم انهيبشان تيست اللي هو ده او هيوم انهيبشان يقيمة بيكسيشن يقيمة بيليسة ايا كان دي كلها طرق معملية. المهمة في الحتة دي ان انا بشوف انتيبودي اسمه اي جي ام اي جي ام ده المهم عندي تعم? طيب. ايه بقى الهيم اتزور مشان اهو? قال لي الخالية بتاع جسم الانسان جواها فيروسات لما تعدي من برة بتقوم مقربة منها زي المغناطيس بالزبط. بس ما بتخشش جواها او ما بيحصلش اي تفاعله. هي بس بتبقى ايه? لزقة على من برة كده. وما الهيم اجيروتونيشن? لا ده الفيروس هيطلع لهم بنفسه يقوم مجلة الريد بلات سيلزي. ودي شكل هيم اجيروتونيشن تاني هو. لو دخلت اه انتيبوديز اللي بقول لكم عليها من شوية الهيم اجيروتونيشن انه بيقوم مانع خطوة دي انها تحصل. لان الانتيبوديز بتمسك في الانتجن بتمنعه ان هو يمسك في الريد بلات سيلز. وده شكل السينكيتيا اللي هو كان خالية جنب بعضها بيقوموا متحدين مع بعض يعملوا خالية واحدة كبيرة. اخر حاجة خلط باله هو العلاج. ما فيش اي علاج لاي حاجة فيهم معادة يوقال ان في علاج اسمه ده ممكن يعليكم. طيب ايه اللي ممكن اعمله بعمل وقاية بعمل بروفلاكسس. برضو البر انفلوانزا منهمش اي وقاية عندي. الوحيد اللي هو وقاية هو الانفلوانزا. طيب الوقاية دي حاجة من حاجتين. ياما حديه تطعيم. ياما حديه له مضادات حيوية اسمها كيمو بروفلاكسس. حاجة من حاجتين. ياما ده بقتلوا بالفورمالين. فاسمه فورمالين كلد. يعني الفاكسين محطوط جوه آآ جنين اللي كاتقود ده. ماشيين? بيتحيقن صبك تيني مس تحت الجلد. طب اللي بقى التنوية تدلق بيبقى عبارة عن اطرات بتبقى في الانف. الكلد ده بيبقى عبارة عن جرعتين. فرق ما بين كل جرعة وجرعة شهر. عيوبه انه ما بيعملش يعني مش معنا ما خدت الفاكسين بقى انا كان خلاص اتحميت من الفيروس. ما بيطالاش حاجة اسمها اي جي اي برودكشن ودي بتبقى مهمة لمحاربة الفيروس في المكان اللي هو فيه. هو ما بيطلعهاش. تاني حاجة تلات حاجة اللي هو بيتزرع في اج زي ما احنا قلنا بيتحط جوه اج آآ جوه البيض اللي هي آآ ففي ناس ممكن يبقى عندها حاسية من الموضوع ده فتعملهم حاسية وانفلاكتك شوك وكلام ده كله. وممكن يموتوا مني اصلا. والاميونيوني بتبقى لنوع الفيروس الوحيد اللي هنحق انت منه. الفيروس انواعي اي وبي وسي والكلام ده كله. الفاكسين ده مش هيحميني من الانواع دي كلها وهيحميني بس من النوع اللي هو موجود جوه الفاكسين. تاني حاجة هي الكيمو برفلاكسس عندي حاجتين. الامانتا دين ونيورو اماينايديس. الامانتا دين بيبقى عبارة عن راس باخدها. آآ بيمنع الانفلوانزا فيروس ايه انه يخش جوه الخلية. بس منهوش على الوحقة لا بي ولا سين. يبقى هو بيبقى ضد ايه بس? ان يرقى اماينايديس ده بيبقى بيهاجم ان يرقى اماينايديس اللي هو بيبقى موجود في الانفلوب. كان دوره ايه? مش هو كان بيدمر عشان الخلاة تطلع برا وتنتشر في الجسد. هو بيمنع الخطوة دي انها تحصل. بيمنع في الجسد. وطبعا بيبقى ضد ايه وبيه. انما الامانتا دين بيبقى ضد ايه بس. طيب. كنا عندي حاجة اسمها ابيديميك وبانديمك. من اول هنا كلامي كله عن الانفلوانزا. مليش علاقة لبرا ابيديميك وبانديمك يعني وباق. وقلنا الفرق بين الابديمك والبانديمك. يعني وباق حصل في دولة واحدة. يعني مثلا زي الموجة الاولى بتاعت الكورونا. بعدها الموجة التانية وعدها الموجة التالتة دي معنى كلمة ابيديمك. وما البانديمك. يعني ابيديمك ده لو حصل في مصر بس اسمه ابيديمك. طب لو حصل في مصر والسودان وليبيا ووي ووي ووي. يعني خدت اكتر من دولة. تمام? اللي بيعمل حوار الوباء ده هو طايب ايه وبيه. انما طايب سيه بيبقى ستيبل شوية. نوعا ما مستقر ما بيحصلش في الحاجات دي. طبش ما يعني طايب ايه وبيه. لعشان اللي هيم اجيوسينين ونيورو امانيديز اللي موجودة عندهم برا في الانفلوب. كل يوم والتاني بتقوم مغيرها في الشكل بتاعها. فبتطلع لي فيروس جديد تماما. التغيير ده لو كان حاجة بسيطة يعني لو كان مجرد مسلا بدل ما كان مدور بقى نص دايرة وكده ده اسمه انتيجينيك دريفت. انتيجينيك دريفت. انما لو الشكل كله على بعض وعمل لي شكل جديد تماما منهوش اي علاقة باي شكل من دول. مفيش اي صلة قرابة بينهم بيبقى اسمها انتيجينيك ده الجينات اللي بتبقى موجودة في الفيروس حاجة منها بتتغير. يعني مسلا بدل ما كانت اي سي جي بقت مسلا اي جي سي. غيرت حاجة ما كان حاجة. دي اسمها انتيجينيك بتبقى سبنتينيوس بتحصل تلقائي من غير ما اي حد يقرب منها بتعمل بس بيبقى فيها شبه شوية من الاصل. شايفين دي مش شبه الاصل شوية? في علاقة بينهم. والكلام ده بيحصل في طيب اي وبي زي ما احنا قلنا من شوية? وبيعمل لي ايبيديميك. ومالقي الشفت. لا. مسلا في انسان اتعدى بفيروس اه بانفلوانزا ايه? من انسان زيه. وفي نفس الوقت ده الحصان بتاعه مسلا كان عنده ايه بردو. فاتعدى منه بردو. فاتعدى بانفلوانزا ايه من نوعين مختلفين من الكائنات. جوة جسمه ايه بتاع البشر. مع ايه بتاع الحصان? هيندمجوا مع بعض يطلعوا لي ايه جديد تماما من نوعه اه يعمل لي بقى ايه? بانديميك. هينتشر على مستوى العالم كله. تمام? الموضوعات ده بيحصل في طيب ايه? مش طيب بي. طيب ايه? عشان هو بينتشر تقريبا في كل الحيوانات. انما طيب بي بيبقى موجودة في الماملز بس. ماشي? فما بيعملش اه الحوار اللي بانديميك ده. تمام كده? كده خلاص لما من المحاضرة. نقول بقى الاسئلة اللي قلناها المرة اللي فاتت. اه لا ايه ده? في حاجة هنا مش صح. يعنيش? اه. الفولسة ستسمنت في ايه الجملة الغرط في الثلاثة دول? انفلوانزا طيب ايه? ايه بس هو اللي موجود في الآزر انيميلز? ايه اللي موجود في الآزر انفلوانزا فيروس. هاخد عيارة ايه عشان اتاكد من كلامي? بلد ولا سبيوتا ماليرين ولا نيزوفارينجال? من غير تفكير نيزوفارينجال طعم? عشان هو موجود في الميقص ميمبريم. صح. الاتنين دول بيتغيروا فبيعملولي نيو طيب تماما. يبقى الفلوه فاكسين قادرت دي لحد عنده كوفيد ناينتين? لأ طبعا قلنا انا ما بقسش على اساس السيمتومز. على اساس الانتيجينيك طيب. الانتيجينز لجوه الكوفيد ناينتين? ازاي جوه الانفلوانزا فيروس? فالفاكسين مش هيعمل حاجة مع الكوفيد ناينتين. اه خلاص كلا من الدنيا. لو في اي حاجة تانية لسه محتاجينها اكتبوا لي عليها وان شاء الله نوضحها. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.